السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في الحصة الثالثة من تعلم تجويد صورة الحجرات برواية ورشع النافع في آخر حصة توقفنا عند الآية الثامنة قلنا والله عليم الحكيم واستخرجنا الأحكام من هذه الآية إذن لنكمل وكما عودتكم نقرأ الآية نستخرج ما بها من أحكام نطبق تلك الأحكام وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها وكل حكم أذكره لكم فلقد شرحتهم من قبل في درس لوحده ودائما أعيد وأكرر هذا الكلام لأنه يمكن أن يكون شخص لأول مرة يشاهد فيديو على قناتي ويكون هذا الفيديو هو أول فيديو له لذلك يجب أن أقول له بأنه هناك يعني مجموعة من الفيديوهات التي شرحت فيها قواعد تجويد يعني من الألف إلى الياء يعني تقريبا وكل فيديو أشرح فيه قاعدة يعني كل قاعدة في فيديو على حدة يعني وضعتهم مرتبين ويعني لكي يكون التعلم أفضل وسلس يعني للمبتدئين ولكي تجدوا جميع الدروس بالترتيب في هذه القناة شاهدوا هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن قبل أن نبدأ أطلب منكم أن تشاركوا هذه القناة مع كل من تعرفون لكي تبقى لي ولكم صدقة جارية ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وبالتعليقات يعني لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم لأن ذلك كلما كان بشكل كبير كلما القناة ظهرت أكثر لأناس جدد إذن لكي لا أطلع عليكم لنبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة من سورة الحجورات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إذن هنا نون الساكنة بدأ حرف الطاء حرف الطاء من حرف الإخفاء والنون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حرف إخفاء فيجب إخفاء النون هنا نخفي النون وغنة الإخفاء نفخمها لأننا قلنا أن غنة الإخفاء تتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي يأتي بعدها بما أن حرف الطاء من الحروف المستعلية وحروف المستعلية فهي دائما مفخمة ومجموعة في خصة ضغط قذ فغنة الإخفاء تفخم وهنا لدينا مد تلاحظون بعد الألف جاءت الهمزة يعني لدينا هنا مد واجب متصل لأن المد والهمزة جاء في كلمة واحدة يعني متصلين لذلك فهو مد واجب متصل ويمد عند واش بست حركات إذن جيد ونقول وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا هنا القافي قلقلة صغرى الهمزة في بداية كلمة اقتتلوا فهي تسقط في درج الكلام إذا بدأت بها نقول اقتتلوا لكن في درج الكلام تحدث لأنه عندما نصل كلمة المؤمنين بكلمة اقتتلوا فهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام سأعيد قراءتها وستلاحظون ذلك قلنا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا سمعتم؟ إذن جيد فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن بغت هنا نون ساكنة لكن قلبت ميم لماذا؟ لأن لدينا الإقلاب وهو حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين لأن النون الساكنة بدأ حرف الباء يعني لدينا حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب وهنا الغنة تكون بمقدار حركتين وهنا الشفتين تنطبقان لكن من غير كز يعني تبقى فجوة بين الشفتين وتحس بارتعاد الشفتين عند الإقلاب يعني نقول فإن بغت إذن استمعوا معي مرة أخرى قلنا فإن بغت نكمل القراءة وهنا نميل إمالة صغرى فإن بغت إحداهما هنا لماذا التأمك صغرى؟ ولماذا كلمة إحداهما همزة القطع في بدايتها محذوفة بقيت فقط حركتها وهي الكسرة لدينا هنا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله التأ كان حرف ساكن الآن هو مكسور لأنه نقلت إليه الكسرة من كلمة إحداهما والهمزة التي هي همزة القطع حذفت إذن درس النقل شرحته من قبل لذلك من التأ نمر إلى الحاء فإن بغت إحداهما وهنا إمالة صغرى على الأخرى هناك ذلك إمالة صغرى من طبيعة الحال الرأي يرقق كلمة الأخرى تلاحظون بأن اللام مضموم لماذا؟ لأنه عندما دخلت الألف واللام على كلمة أخرى فالضمة انتقلت من همزة القطع إلى حرف اللام يعني النقل كذلك فقاتل التي تبغي هنا نقلق الباء قلقلة صغرى فقاتل التي ولاحظوا مع إلواو في آخر كلمة فقاتل فهو حذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين قلنا فقاتل التي ولم نقل فقاتلو التي فقاتلو التي التي تبغي بقلق الباء قلقة صغرى تبغي حتى تفيئة هنا مدسة حركة للمدلواجي بالمتصل ولدينا التقاء همزتين مختلفتين بالحركة من كلمتين الأولى في آخر كلمة تفيئة والثانية في بداية كلمة إلى تلاحظون هنا أنها وضع مكانها هذه الدائرة السوداء إذن هنا لدينا التسهيل في الهمزة الثانية نقول حتى تفيئة إلى ولقد شرحت درس الهمزات بالتفصيل يمكنكم مشاهدته هنا حتى تفيئة إلى هنا مدسة حركات للمدلواجب للمدلجائز المنفصل يعني نقول حتى تفيئة إلى أمر الله ونرقق الرأ لأنه مكسور واللا في لف جلالة يرقق لأنه سيقى بكسرة ونقف على لف جلالة بالمد وذلك تعظيمة للخلق سبحانه وتعالى نقول أمر الله ولا نقول أمر الله أمر الله فإن فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعادل وأقصط فإن هنا نون ساكنة بعد حرف الفاء يعني نخفي هذه النون لأنه بعد حرف من حرف الإخفاء وهو حرف الفاء وغنة الإخفاء ترقق لأنه بعد حرف الفاء مرقق وهنا من 6 حركات للمد الواجب المتصل فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعادل نقلقي للدال قلقلة صغرى بالعادل وأقصط نقلقي الحرف القاف قلقلة صغرى ولا ننطق سين صاد لا نقول وأقصط بل وأقصط إذن جيد إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ إِنَّ النون بغنة أكمل ما تكون ولا في لفظ الجلالة يفخم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ نقلقي القاف قلقة صغرى ولا ننطق هنا السين صاد بل ننطق السين سين ونمدد هنا حركتين أو أربع أو ست للمدد عرض للسكون لا نقول المقصطين المقصي بل مقصي المقصطين إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا هنا النون بغنة أكمل ما تكون لكن الألف في آخر كلمة إِنَّمَا فهو يُحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين الحرف الساكن الثاني هو حرف اللام أما همزة الوصل فهي تسقط في درجة الكلام إذن القاعدة تقول إذا التقى حرفين ساكنين وأولهما حرف مد فيُحذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لذلك سنحذف الألف في آخر كلمة إِنَّمَا وسنقول إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ولا نقول إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ هنا تنوين وبعده حرف الفا يعني إخفاء ونخفي تلك النون في التنوين ونهيئ الفا معلما خرج حرف الفا والغنى بمقدار حركتين إخوة فأصلحوا واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله هنا لن نقول واتقوا بل واتقوا واتقوا والواو في آخر كلمة واتقوا فهو يحدف للتخلص من التقع الحرفين الساكنين واللافلف جلال يفخم واتقوا الله ولا نقول واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون هنا ميم ساكنة بعدها حرف تا يعني إظهار شفاوي وهو حكم الأحكام ميم ساكنة حرف الرأ يفخم وهنا مد حركة أو أربع أو ست للمد العارض للسكون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها هنا مد ست حركات للمد الجائز لمنفصل لأن يا منفصل عن كلمة أيها بالرغم أنهما هنا يعني رسما يظهران أنهما متصلين لكن فهما منفصلين لأن يا هي أداة نداء وكلمة أيها أداة تنبيه فهما منفصلين يعني مد جائز منفصل ويمد بست حركات الألف في آخر كلمة أيها يحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين نقول يا أيها الذين ولا نقول يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا هنا مد ست حركات أو أربع أو حركتين لمد البدل لا يسخر لا ننطق السينصاد لا نقول لا يسخر بل لا يسخر والرأ يفخم هنا قوم من قومين هنا التنوين بدأ حرف الميم يعني إدغام كامل بغنى وهنا نون ساكن بعد حرف القاف يعني إخفاء نخفي النون وغنى الإخفاء نفخمها لأنه بعد حرف القاف مفخم وهنا التنوين وبعده حرف العين يعني لدينا إظهار وهو حكم الأحكام النون الساكن والتنوين يعني نظهر ترك النون في التنوين ونقول لا يسخر قوم من قوم عساء وهنا إمالة صغرى مع مد ست حركات للمد الجائز المنفصل وهنا نون ساكن بعد حرف الياء يعني لدينا إدغام ناقص بغنى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءً يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ هُنَا خَيْرًا هُنَا خَيْرًا ولدينا التنوين بعد حرف الآن يعني إدغام كامل بغنى وهنا نون ساكنة بعدها نون أخرى يعني إدغام كامل بغنى يعني نقول ولا نساء من نساء عساء هنا مد ست حركة المد الواجب المتصير ولدينا التنوين بعدها حرف العين يعني لدينا إظهار يعني التنوين بعدها حرف من حرف إظهار وهو حرف العين إذن نظهر تلك النون في التنوين وهنا لدينا إيمالة صغرى وبعدها مد جائز منفصل يمد بست حركات يعني نقول ولا نساء من نساء عساء يكن خيرا منهن هنا نون ساكنة بعد حرف الياء يعني إدغام ناقص بغنى وهنا نون ساكنة يعني بغنى بمقدار حركتين غنى أكمل ما تكون وهنا الرأى ترقق لأنها سبقت بياء ساكنة ولدينا التنوين وبعدها حرف الميم يعني إدغام كامل بغنى نقول خيرا منهن والنون هنا تظهر لأن نون ساكنة بعد حرف الهاء يعني بعد حرف الهار وهنا النون بغنى أكمل ما تكون إذن نقول أن يكن خيرا منهن هكذا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب ولا تلمزوا هنا مد 6 حركة للمد الجائز المنفصل أنفسكم هنا نون نخفيها لأن بعدها حرف الفاء من حرف الإخفاء وهنا ميم ساكنة بعدها حرف الواو يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكنة لا تنابزوا بلا القاب هنا مد حركتين أو أربعة وستة المد العرض للسكون ونقلق الباء قلقلة كبرى لأننا سنقف عليه واللام هنا مفتوح لأنه كلمة ألقاب عندما دخلت عليه الألف واللام فالفتحة التي كانت في بداية كلمة ألقاب يعني التي كانت فوق همزة القطع نقلت لحرف اللام اللام كان ساكن أصبح مفتوح والهمزة تم حذفها لذلك قلنا بلا القاب بيسال اسم الفسوق بعد الإيمان هنا كلمة الإيمان فيها مد البدل وتم تغييره بالنقل لأن كلمة إيمان دخلت عليها الألف واللام فالهمزة من بداية كلمة إيمان نقلت لحرف اللام أصبح مكسور والهمزة تم حذفها وكان لدينا مد البدل يعني إيمان فمد البدل تم تغييره بالنقل وسنقرأها ليمان مع مد هنا حركتين أو أربع أو ست ومن لم يتبث أولئك هم الظالمون ومن لم هنا نون ساكنة بدأ حرف اللام يعني إضغام كامل بغير غنى وهنا ميم ساكنة بدأ حرف يعني إظهار شفاوي وهو حكم إحكام ميم ساكنة وهنا باء تقلق القلقلة صغرى لأنها جاءت وسط الكلام بالرغم أنها آخر الكلمة لكن ليس موقوف عليها بل جاءت مدرجة وسط الكلام لذلك قلقلة صغرى فأولئك الوا هنا لا يلفظ لا نقول فأولئك بل فأولئك مع مد ست حركة للمد الواجب المتصل هم الظالمون الميم حرك بالضم للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين تباهي الظالمون وليس الظالمون لم يرقق لا نقول ظالمون لي بل لي ظالمون مع مدنا حركتنا واربع وسط المد العرض للسكون إذن أكتفي بهذا القدر وأردت لكم جميع هذه الآيات التي استخرجنا الأحكام منها إذن تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالأدل وأقصطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من أساء أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء نساء أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم وأطلب منكم مشاركته مع الجميع لتقالي ولكم صدقة جارية إن شاء الله وأطلب منكم دعم هذه القناة بالاشتراك فيها وبالإعجاب بفيديوهاتها وبمحتواها بصفة عامة وأكثر من التعليقات لكي يظهر هذا الفيديو للجميع نقطعكم إن شاء الله في الحس المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته